من موسكو يدعو مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون لتجنب سيناريو لا حرب ولا سلم بعد صراع امتد على مدى سنوات في سوريا في العرف السياسي لا حرب ولا سلم تستخدم للدلالة على مراوغة أحد أطراف النزاع والتفافه على القرارات لكن بيدرسون لا يلمح لهذا الطرف ويكتفي بالإشارة لكارثية السيناريو إن حصل وصوابية تجميد الصدامات المسلحة وتعزيز العملية السياسية في اجتماعه مع وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف يؤكد بيدرسون أن الوضع القائم في إدلب صعب وغير مقبول لكن لا يمكن حله دون الاتفاق مع روسيا وتركيا الخبر الأهم بالنسبة له أن الأطراف المعنية اقتربت من تشكيل اللجنة الدستورية ليكشف الرجل أنه بصدد مناقشتها مع مختلف الأطراف الأسبوع المقبل لكنه لا يتوانى عن الإشارة بأن تفعيلها بشكل حقيقي يتطلب عوامل أساسية على رأسها إطلاق صراح المعتقلين في سجون ميليشيا أسد وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف لم يكن أقل حماسا حيال تشكيل اللجنة الدستورية لافتا إلى أن أخبارا جيدة بخصوصها ستعلن قريبا حماسه لم يكن أقل حيال عقد لقاء تحضيريا بصيغة أستانا قريبا تمهيدا لقمة روسية تركية إيرانية جديدة حول سوريا حماس اختفت بوادره عندما تحدث بيدرسون عن إدليب التي مرت ضمن الاجتماع بالنسبة للأفروف مرور الكرام وعندما تشكيل اللجنة الدستورية